وعشان نحط نفسنا كمان في الاستعدادات ونحط حضراتكم كمان في آخر المستجدات والاستعدادات لمباراة النهاردة خلينا نروح لأرض الملعب صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر ومرسلتنا نورهان طمان عشان تقول لنا آخر الاستعدادات والأجواء لما قبل المباراة فضاليا نورهان برحب بك كابتن عيسم وبرحب بديوفك الكرام وطبعا برحب بكل مشاهدي قناة نادي الأهلي احنا هنا زي ما قلت من قاعة وزارة الشباب والرياضة في مدينة ستة أكتوبر لطبعا متابعة أحداث مباراة الأهلي والزمالك ونهائي كأس ماصر وزي ما احنا عارفين وأكيد حضرتك قلت للمشاهدين يا كابتن عيسم عن نظام البست أوف سري اللي طبعا بيتكون من ثلاث مباريات النهاردة المباراة الأولى احنا طبعا في انتظار بدء المباراة والإحماء بين اللعبات على قدم الوصاق يمكن فيه كان حمية كبيرة جدا بين اللعبات يمكن احنا حتى بنحضر دلوقتي للزهور كان الكوار عمالة يمين وشمال وقوة جديدة جدا والبنات مستعدين أو يزهروا استعداداتهم القوية جدا كابتن حمد الصافي طبعا اعطى تعليمات للعبات انه اه صحيح احنا فيه نظام البست أوف سري وفيه ماتش تاني هيكون فاصل او طبعا ان شاء الله ان شاء الله نقدر نحسن في الماتش القادم ومن انتظرش للماتش التالت ولكن كابتن حمد الصافي كان كلامه دايما للعبات النهاردة أو دلوقتي حالا كمان فيه وقت الإحماء انه احنا عايزين نروح للمباراة التانية واحنا مرتاحين واحنا كسبانين مش مضغوطين وطبعا سيدات الطائرة طول الوقت مشرفيننا وقال ان هم طبعا نكلمهم وقال لهم ان انتوا قادرين ان انتوا تحسموا مباراة اليوم اما عن الغيابات فاحنا يمكن طبعا توجهنا التارت الحمد الصافي وسألناه عن الغيابات وقال ان الحمد الله ما فيش اي غيابات والمباراة طبعا فيه يعني دقايه وهتنطلق الإحماءات زي ما انتوا شايفين ورانا يعني يمكن كان فيه مباراة قابلينا مباراة الصيد ووادي دجلة لتحديد المركز التالت والرابع ودول طبعا الصعد النادي الاهلي ونادي الزمالك على حسابهم لمباراة النهائي دي كانت ابرز الاجواء هنا من داخل صالة الشباب الرياضة بمدينة 6 اكتوبر الكلمة ليك مرة اخرى الكابتن هيسا ولو فيه اي استفسار نورهان بشكرك شكرا جزيرا يمكن اهم حاجة تطمنتين عليها ان ما فيش غيابات الحقيقة احنا كنا اقلانين نورهان بصراحة ان يكون فيه غيابات لان انت عارفة بيكون فيه اخر دقيقة قبل المباراة بيبقى فيه طبعا اصرار للفرق ويكون كل مدير فني يعني مخبي فيه جوابته الكثير ولكن تطمنتينه نشكرك ان ما فيش اي غيابات للفريق خاصة ان التطمنتين 3 اللي فاته كان شاهدت يعني سقوط او اصابة احد اللاعبات ولكن الحمد لله الكل يعني بيشارك بكل كفاءة النهاردة بشكرك نورهان ونرجع لك اكيد بازن الله بعد المباراة بازن الله بعد الفوز اشتركوا في القناة